كاركوج هي من حواضر السودان سواك المنى اه بختارك انتو كفاي مهما خطاي ملتاك شافت سواك امكنا بلادي بحبك شديد بلادي بحبك انا بعد اكمال مرحلة التعليم الثاني والعام واللي كان في مدرسة كاركوج المتوسطة واللي حكينا عنها بظروف الجمالياتها بناسها بالمجموعة من الشباب اللي اتعرفنا عليهم حتى من خارج كاركوج واللي ما زالت علاقاتنا ليهم ممتدة اه امتحنا وزي ما انا ذكرت انه قبلونا احنا مجموعة من اولاد كاركوج في مدرسة سنار الثانوي الثانوية العليا زي ما بسموها في ذلك الوقت وهذه المدرسة قبلونا في الداخلية طبعا والداخلية سنار هي نموذج هي مدارس في السودان يعني عندك حنتوب عندك خرطقات عندك وهذه سيدنا اه اه و و و مدارس كتير بنفس اله بنفس اله اه يعني نفس المستوى هي عبارة عن مدارس داخلية هذه المدارس فيها ثقافة معينة اه اذا كان في موضوع التدريس الاكاديمي او اذا كان اه في موضوع الانشطة او اذا كان في موضوع حتى الثقافة اللي بيكتسبه الطالب اثناء وجوده فيه هذه المدرسة يعني هذه المدارس اه تلا تتعلم تعليم اكاديمي فحسب وانما تتعلم علوم كثيرة جدا منها علوم الحياة منها علوم العلاقات وكذا اله طبعا جينا هذه اله انا اتذكر اتينا الى هذه المدرسة وكان في طبعا اه في اولاد من كركوكسا وقونا اصلا وبدرسوا في سنار السانوية وازكر منهم اه يعني اه المرحوم اخونا يوسف عبد الماجد ابو حطيبة وايضا المرحوم اخونا مرغني عبداللطيف واسماء تانية اخرى لكن اه تحديدا انا اتذكر انا جيت مسافر سافرتها جيت مع يوسف ابو حطيبة الله عليه رحمة الله ويوسف طبعا رحلتنا نحن نحن كلنا من كركوج لكن اللقاء البدف المتوسطة في السانوي العام هو كان قدامنا لكن توثقت العلاقات اكتر في سنار السانوية وحتى توثق اكتر نما نسافر لمصر لانه هون سافروا مصر قدامنا وكانوا اغرونا بالسفر للدراسة في مصر فانا مشيت سنار وصلت في ذلك اليوم مع يوسف وذهبنا الى الداخلية يعني اتذكر للمدرسة دي السباق لا يومين ثلاثة ما تفتح فمشينا الداخليات يعني كان بسه نحن يدوب ثلاثة اربعة طلاب هنا وثلاثة اربعة طلاب في العام بردا فوصلنا الداخلية واتذكر اول ما وصلنا يعني ما كان في نشاط نعمل كنا قاعدين سايف الداخلية فكان في لعب الكشتينة يعني الناس كانت حب تلعب الكشتينة الكشتينة بكل لالعابه اذا كان اربعة طاشر او وست او هارت وطبعا في الداخليات عادة بيكون في دوريات في الكشتينة وبيكون في يعني يعني مطولات وفي حرفة وفي كيش طبعا فالمهم انا مش مهتم كثير يعني بالكشتينة لكن بديت العب مع الناس وبدأنا نتعرف هذي كان اول عهدنا بالداخلية قبل ما المدرسة تبدأ فوزعونا لداخليات السنار الثانوية الداخليات لان انا اول مرة نزلنا طبعا اول مرة نزلنا في الداخلية ثم بعد ذاك ماشينا الفصول الداخلية هي عبارة عن اربعة داخليات والداخلية انت بتتكلم عن عن كمباونت يعني فيه اربعة عنابر طويلة وفيه ما يعرف بالكمون روم وفيه غرفة للرئاسة وفيه غرفة انا بسموها الغرفة اتنين لمساعدية غرفة الرئاسة وفيه غرفة للحارس او بسموها غرفة المكوى دي بكون فيها فيها العدة العدة الغسيل لانه في الداخلية هنا انت لازم تغسل لوحدك ولازم يعني ترتب امرك لوحدك طبعا دي كانت دي بداية تعلم الحياة زي ما انا ذكرت في البداية فهذه كانت اربعة داخليات انا متذكر كانت فيه اول داخلية بسموها تكتوك طبعا مسمى باسم رموز المنطقة تكتوك على الشيخ فرح والتكتوك وفيه داخلية جمع اللي هي طبعا مسمى على عبدالله جمع وفيه بعدها تليها طبعا متكلم انا من الشرق للغرب اه اللي شافه المدرسة يعني وكذا اه تكتوك المسمى على الشيخ فرح والتكتوك ثم داخلية جمع المسمى على اه عبدالله جمع ثم داخلية بادة المسمى على بادة والشلوخ طبعا هذول من رموز الفونج ثم اه سوري اه عمارة عمارة اه اللي هو عمارة دونقس ثم داخلية بادة هذه الاربع داخليات يعني هي الداخلية كوبي من الداخلية التانية تقريبا بنفس الطريقة بنفس المبنى لكن بهذا التوزيع اللي الكل داخلية اه قدام ملعب اه للكرة الطائرة وملعب لكرة السلة وفي داخل الداخلية نفسها في ملاق في طربيزة او طربيزات للبنكبونج وفي غرفة للموسيقى يبقون فيها الالات الموسيقية الطلاب اللي يعني اللي عايزين يتعلموا الموسيقى وكذا ده كان في الداخلية ده كان ده نوع من التعليم اه اه في اي داخلية غربا غرب الداخليات ده كلها توجد منطقة الميادين وهنا في اه كل داخلية عندها ميدان ميدان لكرة القدم وحتى المدرسة عندها شرقا عندها ميدان كبير ده تبع المدرسة كلها وهذه الميادين ميادين كرة القدم هي لكرة القدم وللكادت ده طبعا التدريب عسكري في ذلك الوقت المدارس الثانوية الداخلية كان فيها تدريب عسكري وده نوع من النشاط وكان بيقون بيهو صول اي مدرسة كان فيها صول او صولين هادول عادة اه طبعا بعض المرسة طبعا بيقول لك ده للعقاب الصول في المدرسة عشان يجيد لا هو مش عشان يجيد الصول اصلا موجود وعادة بيكون من يعني من معاشي القوات المسلحة هو يؤتى به الى المدرسة لكي يعلم الناس التدريب العسكري وهذا التدريب العسكري كان في المدارس الداخلية في كل مدارس السودان تقريبا يعني اللي بيسمعوا كلامه ده لو درسوا في الفترة دي بيعرفون ان كل المدارس تقريبا في السودان كان فيها صول وكان بيعلم الناس التدريب العسكري حتى ضرب النار يعني هو طبعا بيبدأ بانشطة رياضية وبمارشات وبكذا وبتاع لكن يوصل فيه ضرب النار يعني والتعلم على البندقية والسلاع وكذا ودهك ها شكل من اشكال تربية يعني دهكرا في هذه المدرسة طبعا المدرسة ايضا مدرسة ضخمة جدا المدرسة اي صف عبارة عن ستة انهر يعني الصفة الاول ستة انهر صفة الثانية ستة انهر صفة الثالث ايضا ستة انهر لانه العدد كبير يعني والنهر ليس اقل من خمسين طالب يعني انت تخيل شوف عدد الناس اللي موجودين في هذه المدرسة وطبعا اه نحنا ناكل في هذه المدرسة اه في داخليات داخليات هنا في صفرة كبيرة جدا وضخمة هذه الصفرة هي في ذلك المكان يعني في ركن من اركان المدرسة هذا المكان يطبخ فيه الاكل ويوزع على 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 يعني سمون داينينج رومز هي مناطق يأكل فيها الناس وطلاب وكده واكل يعني كان اكل جيد يعني ونحنا في بعض المرات كنا اه يعني اه زي ما نقوله نتدلع يعني ونقوم ببعض المظاهرات نقول الله انه الاكل مش كويس وكده لكن انا نما في مراحل ومراحل شفت الطلاب في بعض الجامعات وكيف بيأكلوا فتحسن قلت والله نحنا زمان كنا مدلعين يعني فينا نقوم كتير ببعض المشاكل وكده اه دا الاكل كان في مدرسة وكان اه الايضا هنا كان في نوع من النظام ونوع من الصرامة يعني اه النظام في كل شيء الاكل بنظام يعني مثلا الداخلية الساعة يعني حوالي ستة صباحا يضرب الجرس للشاي الناس تمشي عشان تشرب الشاي في في الصفرة وبعد ما يشربوا الشاي يجوا يستعدوا للمدرسة بنمشي المدرسة عادة الساعة سبعة ونص تبدأ الحصص وبنشتغل اه حوالي ساعة تزعة تقريبا يضرب جرس الفطور الداخلية في جرس كبير جدا يضرب الناس من اله مباشرة من الفصول الى 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 داينينج رومز اه اتناولوا الافطار بتاعهم وعادة الافطار يكون عبارة عن فول وساردين وعدس طحنية فامرات يكون في يعني موز يعني كده اه بعد ما خلصنا الحصص اه في المدرسة اه بنرجع الداخلية بترجع الداخلية الناس كلها بترجع بتاخد قيلولة وده ده نوع من التنظيم ونوع من الترتيب الى ان حين اه الساعة ثلاثة يضرب جرس الغداء الناس توجه للصفرة عشان تتغدى اه ده شكل من اشكال التنظيم يتغدى الناس وجا تتراجع الداخلية في بعض الناس بتبدأ تزاكر تبدأ تحل الواجبات وكذا اه بعدين الساعة ستة اه ايضا بنمشي للمذاكرة وهذه المذاكرة الرسمية يعني نستمر فيها لحد الساعة ثمانية يضرب جرس العشاء الساعة الثمانية نتجه للصفرة ايضا وندعش ونجي راجعين الداخلية وللونسة واللي عايزين يعني يلعبوا بنج بونج اللي عايزين يلعبوا كشتين في الداخلية اللي عايزين يلعبوا الجرائد الحيطية الموجودة في الداخلية اه يعني بيكون زي نقول وقت حر الساعة عشرة تقريبا اه خلاص مفروض كل واحد اه يكون في سريره وفي اه بسمو رئيس العنبر هو بيمر يعمل اه يعني نوع من اله نوع من التمام يشوف كل واحد موجود في سريره الداخلية فيها اربع عنابر كله عنبر فيه رئيس انا اتذكر انا كنت احد رؤساء يعني كنت رئيس للعنبر ده السنتين واحد من عنابر فانت بتشير ورقتك وبتكون مارن انت عارف ده سرير فلان وده سرير فلان وده سرير فلان فاذا ما موجود في سريره بتروح كادبه طبعا وبكرا في في ما يعرف الديوتي ماستر دواء استاذ اصلا بيكون هو مقيم في الداخلية عنده عنده يعني عنده شقة في داخل الداخلية غرفة ومجهزة بحمامة مجهزة بمطبخ وكذا في داخل الداخلية نفسه هو يكون مقيم فيها فدا واحد احد الاسادزة وده بكون اصلا هو مسؤول من الداخلية فبكرا انت بتبشيره في المكتب بتقول له والله فلان كان غايب وفلان وكذا وكذا طبعا مش رئيس العنبر ده رئيس الداخلية الداخلية طبعا فيها رئيس من الطلاب نفسه وعادة هذا بكون من ابناء السنة الثالثة لان انا اتذكر ما كنت في سنة ثالثة ايضا وكنت جزء من رئاسة الداخلية كنا نحن اربع طلاب كنا في رئاسة تكتوك فالده نظام الداخليات وزي ما قلت انه هذه الميادين في فترة العصريات بيكون فيها الرياضة يعني بكل انواع اللي بيلعب كورة قدم واللي بيلعب سلة واللي بيلعب كورة طائرة في الفترة العصرية بعد ما بين الغدا وما بين المزاكرة دي فترة حرة يعني دائما فترة رياضة وكان في تنافس ما بين الداخليات وكذا يعني وفي تنافس وفي يعني في تنافس قوي جدا الداخلية دي مرة تشير الكاس ومرة دي تجي الطيش يعني نحن كان مشهورنا جماعة يقول لك عمار الطيش عمار الطيش فدي مثلا بتذكر كانت يعني ده التنافس الرياضي وكان خالق جو جميل الآن بعض الواتساب طبعا رجعنا في عملنا القروبات يعني كأنه عدنا العلاقات القديمة فما زالت النقاشات والذكريات لهذه الفترة انا عيني رأي داكي واوية ليطينك وليأرضك وليك والقمر الفق سوحك ضاوية البلد المخ منك الدين والناسك كلها مرساوية لو شفوك بعني أكيد العالم كله حيوجب بك وأنا شايفيك من أجمل زاوية أجمل زاوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة